السلام عليكم ورحمة الله زبائن الكرام شرح وافي عن جهاز تنظيف وفحص الانجكترات من شركة أوتول سي تي ميتين طبعا هذا الجهاز بنظف لك انجكترات السيارات البترول الصغير المتوسطة والدراجات النارية الجهاز هذا مزود ببرشر جيج يعني جهاز فحص الضغط لما انت يضغط السائل التنظيف من هون انت بتقدر تشوف الضغط من هون وتقدر تزوده من هون او تنقصه على القيمة اللي بدكيها طبعا فيه مودات رح نشرح عنها هذا زر التشغيل لهذا الجهاز طبعا هذا بشتغل على 110 الى 220 فاللي بده شغله بالكويت بيقدر اللي بده شغله بالسعودية او الامارات على 220 برضه بيقدر المزود كمان بليفل جيج يعني خلينا نقول قياس مستوى السائل التنظيف اللي هو داخل في تنك جوا الجهاز رائع جدا سعره ممتاز جدا بيفحص ستة انجكترات بنظف ثمانية شوف التنظيف ثمانية لو شايفين اربعة باربعة بتنظفهم بنفس الوقت طبعا الجهاز مزود يعني يعني انت لما تخلص صونة مثلا تعبي السائل وبدك تكبه وتوسخ بس بتفتح هذا الفالف الطريقة هاي بينزل عندك بالسائل اللي هون اذا بدك تنزل السائل اللي موجود بالتنك جوا بتروح على هذا الفالف وبتنزله بالطريقة هاي فبتفضي التنك اذا شفت السائل مثلا توسخ كثير او صار غير صالح طيب طيب خلينا نشوف مثلا هاي هاي هذا الهوز جاي من جوا فيه التنك بعد التنك فيه مضخة مضخة يعني قوي جدا تتحمل ضغط عمل وبتعطي هاي برشار هسا راح نشوف البرشارات اللي بتعطيها علشان ان تدفع السائل التنظيف على هال هالقلاسات هذولة تمام وانتا شايفين مزودينه بلايت باضاءة علشان تشوف انت عملية ال ال طبعا انت فيك تفك القزازات وتنظفها حتى بعد فترة هذا شايفين وهذا هذا هذا اذا كبستو هيك السائل اللي هون بيظلوا موجود فيه اذا بدك تفضيه بتفضيه هيك بنزل على التنك اللي جوا بس لما بدك تفضي التنك بتروح بتحطه على هذا الدرين طبعا الكوابل هاي شايفين هاي الكوابل هاي بتعطي اوامر للانجكترات او تعطيهم يعني خلينا نقول اشارة سيجنل بايلوت سيجنل او سيجنل عشان تفتحن او تسكن بما يتطلب بالمتناسق مع هاي الفونكشن لو شايفين هذا بدعم 12 مود المود الاخير هاي الثالث رح نحكي عنها بتبين لك شو طيب خلينا نركز الصورة شوي اذا في عندي الالتراسونيك كلينيك هذا الالتراسونيك كلينيك تنظيف الالتراسونيك اللي هو هذا بالالتراسونيك بيعمل بطريقة معينة طيب هذا كيف استخدمه انا بركب الانجكترات هون بخلي فيه 20 مليم بس مغمورة والباقي الانجكتر طالع طبعا بدك توصل هاي الاشارة على كل انجكتر تمام اللي بدك تنظف طبعا وبتعمل بتدق على الفنكشن رقم واحد هذا فنكشن هون رقم واحد تمام وبتروح بتقول له start واذا بدك توقف العملية بتوقف من هون خلينا نروح نشوف الايدي لينك تيست شو معنا انه بي بي بيعمل قطرات يعني زي خلينا نقول يعني يعني لانه مش مثال مش حي عندنا بيعمل لك يعني تنقيط يعني كأنه بنقض فيه بصير يقول هيك بصير بخ يعني مش عارف اقولها افحكوا علي مش مشكلة طيب المهم فانت بتعطي الاشارة من الهاية تمام عشان يعطي البخة هاي عن طريق الايدي لينك تيست سبعمائة وخمسين ار بي ام بيعطيك ايا خلينا نجرب نشوف طبعا هم بيين لك كون البلس ودف مثلا هاي البلس ودف قديش يبخ شوف قديش يبخ يعني بخ مدت ثلاثة اجزاء من الثانية بدك تزود ها بدك تزود الاجزاء من الثانية او الثانية مش عارف بيش بتزود الفترة بحيث ان الفتحة تصير اطول نقص الفتحة تزود الفتحة زي ما بدك كمام طيب اذا بدنا نفحص مثلا على الميديم سبيد اللي هي 4500 منحط على رقم ثلاث بدك تفحص على هاي سبيد على 7500 بتحط على رقم اربعة خلينا نشوف هذا رقم اذا هذا 2 3 و4 انت بتختار اللي هو هاي ميديم ولا هاي سبيد ولا طبعا هذا هو لحاله بشكل اوتوماتيكي يعني لما تقول على خمسة مثلا تمام انت رحت على خمسة شايفين اذا قلت لستارت بيبلش شو بيسوي بيبلش هو بيعطيك لا هذا بظل يطلع ل7500 بيطلع يعني اه عفوا انا هذاك الفنكشن بيظل يطلع ل7500 بينقص وبنظل يطلع يعني بيعمل زي دورة بيبين لك انه كيف هذا وانت بتراقب هون طبعا بتشوف عملية البق قديس صارت مثلا المتساوي عشان يكون الشغل كله 100% وبتشوف عندك يا سيد العزيز الشيفتنج سبيد هذا هذا اللي بيسوي لك على 7500 لمدة شوف كم ثانية مثلا 15 ثانية بعدين فورا بيقلب 4500 بعدين ثمانية بيظل ينزل لحاله بشكل اوتوماتيكي بيقلب على 4500 خلينا نشوف مباشرة قلب على 4500 بيفحصه وقت معين بعدين بيفحصه على 7000 وبتشوف انت عملية الرش كيف صارت قدامك وكم صار الليفل خلينا نوقفه ونشوف عملية احنا قلنا هذا الشيفتنج اسا الليك شو بيشوف لك عن الانجكترات اذا هي بتليك او لا كيف يسوي بيعطي اشارة لهاي هاي الاشارة بتسكر الانجكتر بتخليه ما يفوتش وبضغط وبضغط وهو هنا فهو قاعد بضغط فيه تمام وهذاك مسكره فالمفروض ما يعمل نهائيا بتشوف انت والله اذا بيعمل الانجكتر والله بيليك بترمي بيكون خربان تمام هذا فبعطي اذا بتقول له على 7500 اذا قلنا على 7500 بس هالقدي ثلاثة بدك تزودها برضو بتزودها هاي على الهاي سبيد في بعض الانجكترات بيدعم تنظيف العكسي كيف يعني زي بيعمل تنظيف بتقلي بانت الانجكترات طبعا شوف الشاب اللي اندي يركب الكوياهن بطريقة يعني شوف في انواع مختلفة من الانجكترات شوف هاي الشكل في انجكترات تركب على هاي في انجكترات تركب على هاي في اذا ما بدك تستخدم تستخدم البلغ هذا شايفينه اه لا هذا نوع آخر هذا هاي شوف هون البلغ هذا هذا بلغ مسكر كامل لانا ما بدش يستفهم لان اذا خليت فاتع عنده بصير هو بيروش فيهن كلهن فبيملي لك الدنيا تمام بيملي لك الدنيا طيب خلينا نروح على رقم تسعة قلنا الهاي سبيد الرش كله فانت لازم تشوف قيمة رات تكون مسكرة الان خلينا نشوف الريفيرس فلاش انجك شوف نا اذا ما بتكيش تفك الانجكترات عن السيارة بتخلي ها على السيارة بتوصل هذا بالمدخل تبع السيارة البرمي على الانجكترات تضغطهم بتشوف الدنيا شو عاملة ويعني بدون ما تفك الانجكترات على السيارة بدعم هذا مش ما بدعم بس انت بدك تروح تشوف الهوز تركب له توصيلات بحيث انه يضغط وهي البنب بتضغط هذا الانجكترات خليني بالله اطلع على 167 9410 متوفر عندنا اجهزة تنظيف الانجكترات بسعر خيالي جدا اللي ما عندهوش يتفضل يوخف فرصة يعني اسعار قليلة جدا وجهاز رائع جدا ومتين يعني ما شاء الله عليه جدا جدا ممتاز الجهاز ومنوفر لكم زي ما عودناكم اجهزة فحص السيارات اهلا وسهلا بكم